تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية ثانية بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي عبر فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذه الثقة الملكية السامية مشيدا بما حبى الله سموه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله من علم ودراية وخبرة والتي ستكون لسموه خير عون وسند لتحقيق تطلعات أهل البحرين الكرام في العيش الكريم